يبدون القصص الغريبة التي تحدث في العراق لا تنتهي لاسيما في مجال الأخطاء الطبية حيث كشف أحد المواطنين في محافظة الديوانية بتسليم شهادة وفاة لطفله وهو على قيد الحياة في مستشفى الفرات الأوسط الأهلي مطالبا الحكومة الاتحادية بالتدخل ليقاف تجار الدم عند حدهم لينالوا الجزاء العادلة أنا عندي شهادتين وفاة شهادة وفاة بيوم 1-9 وشهادة وفاة بيوم 2-9 اكتشافته هناك بالمختسل بأنه حي القسبة بهذه العملية التي أنا أعتبرها قتل لأنه عدي سونارات يعني ما أكثر من سونار يثبت بأنه الطفل هو بصحة جيدة وميعاني من أي مشكلة صحته سليمة رجعت به من شفت عديل ودخلت المستشفى الفرات الأوسط ومن بعد الفرات الأوسط أخذوا للمستشفى النسائية والأطفال ودخل وثاني يوم يا الله توفع دائرة صحة محافظة ديوانية أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيقية فورية للوقوف على ملابسات هذه الحادثة ومحاسبة المقصرين مؤكدة إحالتها هذا الملف إلى الجهات القضائية بمحاسبة القائمين على هذا المستشفى الأهلي مفارز دقيقة معلومات في نفس الليلة بعدها قام فريق متخصص من قسم التفتيش صباح اليوم التالي بالتحرك إلى المستشفى الفرات الأهلي وأخذ معلومات كافية وكم التحرير عن الموضوع طبعا الحال الموضوع إلى اللجانة التحقيقية إلى غير تشكيل لجنة تحقيقية لدراسة موضوع كافة جوانبهم طبعا اللجانة التحقيقية تابعة لقسم المسؤولات الطبية كافة المواضيع سيقوم بتدقيقها من قبل وزارة الصحة يعني الحب الطبيعي للمواطنين إن شاء الله لا تكون هناك محابات ولا مجاملات فيما أوضح والد الجنين المتوفي إنه لم يلجأ إلى المستشفى الأهلي إلا بسبب عجز المستشفيات الحكومية عن توفير المستزمات الطبية التي يجب توفرها للمرضى في سبيل المحافظة على حياتهم لكن يبدو إن كل الطرق في العراق تؤدي إلى الموت لكن الأسباب مختلفة من الديوانية معتزر عبودي زاكروس تيفي